طيب تعالوا بنا الأول نسمع ابننا سعد زغلول ونشوف جاهز لنا إيه من السلسلة المباركة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة الماضية اللي هي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول لي يا سعد مجاهز لنا إيه النهاردة من السلسلة سلسلة أخلاقنا على نهج رسول الله الموضوع الثاني منها خلق الصدق صدق اه فأحوج الأمة إليه الآن أحسنت أحسنت فعلا والله كلنا نحتاج إلى الصدق ونجدد الاستقامة والصدق ونجدد الإمام مع رب الإمام الله 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 طيب تفضل حبيبي تفضل الحمد لله الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله ولا اعتراد على الملك الخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهي خلقت الإنسان وعباد غيرك ورزقته فشكر غيرك فلما أمدته لم يطلب المغفرة من غيرك إلهي ما عرف قدرك من عصاك إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك وإلى الأقلام كيف كتبت بما يسخطك في علاك وإلى الألسن كيف نضقت بما يغضبك في علاك إلهي من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا وقضوتنا سيد الخلق سيدنا محمد هذا البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم الشوق حركني بغير تردد والشعر أبحر في غرام محمد فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد شرف اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره تكفى الهموم ونهتدي وإلى هنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على النبي محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة إلى يوم اللقاء ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق جديد من أخلاق السلسلة الطيبة المباركة أخلاقنا على نهي رسول الله خلق جليل عظيم كبير رقيق الرقراق والضاء إنه خلق الصدق فما أحوج الأمة الآن إلى الصدق نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد البشرية عامة والأمة خاصة إلى الصدق وأهله إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله الصدق هو الطريق الأقوى ومن لم يسر عليه فهو من المنقضعين الهالكين فالصدق هو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطأه وما واجه باطلاً إلا أرده وصرعه من صال بالصدق لا ترد صولته ومن نضق بالصدق على الخصوم كلمته ومن أجل ذلك أرشدنا ربنا تبارك وتعالى إلى التمسك بهذا الخلق الطيب الكريم في القرآن الكريم فاسمع يا عبد الله ماذا قال رب العالمين قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فهذا أمر بملازمة الصدق بعد الأمر بالتقوى ولقد أمر الله رسوله الكريم أن يسأله أن يجعل مدخله على الصدق ومخرجه على الصدق فقال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فأين الصدق الآن أين الصادقين فأنا لا أعلم زمانا قد كفن فيه الصدق ودفن كهذا الزمان ولا أعلم زمانا انتشر فيه الكذب بهذه الصورة الفجأة المؤلمة كهذا الزمان الحقيقة أنك لا ترى من الصدق وأهله إلا القلة اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين اسمع ماذا قال الله في هذه القلة الطيبة المباركة المؤمنة الصادقة قال ربنا جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقال جل وعلا وقليل من إبادي الشكور وقال جل وعلا في هذه القلة المباركة وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فالقلة هي التي تتبع الهدى وتأخذ بيدك إلى سبيل الله كانت أمتنا أيها الأفاضل أعز الأمم وأشرف الأمم وأكرم الأمم حين حولت الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال إلى منهج حياة نعم يوم أرباهم المصطفى على الصدق والله لو عدنا إلى التاريخ لرأينا العجاب العجاب كان حاكم هذه الأمة أصدق حكام الأرض وكان عالم هذه الأمة أصدق علماء الأرض وكان تاجر هذه الأمة أصدق تجار الأرض لماذا؟ لأن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قد رباهم على الصدق كيف يكذب أحدهم؟ وهو الصادق الذي حرم عليه الكذب في النيات بل وفي خائنة الأعيو يا الله الله أكبر لذا روى النسائي وغيره بسند صحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جاء بعبد الله بن سعد بن عبد الصرح وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهضر دمه يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقتلوا عبد الله بن سعد بن عبد الصرح حتى ولو وجدوه متعلقا بأسطار الكعبة تصور معي أخي المسلم جرم هذا الرجل ليبيح النبي صلى الله عليه وسلم دمه وبهذه طريقة الفجعة المؤلمة ومع ذلك وفوق كل ذلك جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عثمان الشيخ الوقور المهيب الذي احتل المكانة السامقة في قلب رسول الله عثمان ذوج ابنتي رسول الله عثمان أخير وسلم بالرجل أمام عينه وبين يديه ويقول له عثمان بيعت يا رسول الله فنظر إليه النبي ثم أعرض عنه وفي المرة الثانية قال عثمان بيعت يا رسول الله فنظر إليه رسول الله ثم أعرض عنه وفي المرة الثالثة مدى الرسول صلى الله عليه وسلم يده بأبي هو وأمي وروحي صاحب الخلوق العظيم وصاحب القلب الكبير مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ثم انصرف الرجل فلما انصرف قال النبي للصحابة اسمع هذه التربية الفريدة من نوعها هذه المقولة التي قالها النبي لأصحابه قال لهم أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلي هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله اسمع ماذا قالوا الصحابة بالتلقائية وعفوية قالوا وما يدرين يا رسول الله ما في نفسك هل أومت إلينا بعينك يعني هل أشرت إلينا بعينك لنقتله اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى حينما رب أصحابه على ماذا رباهم وعلى هذه التربية كيف جاءت في أصل الإسلام قال لهم فإنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعيون إلى هذا الحد؟ نعم على هذا الصدق؟ نعم رب الحبيب الصحابة قمة الصدق أنهم صدروا أروى لحظات الصدق على جبين الزمان والأيام أروى لحظات الصدق على جبين الزمان والأيام فكان حاكمهم أصدق الحكماء وكان عالمهم أصدق العلماء وكان تاجرهم أصدق الطجار فساد الدنيا كلها في فترة لا تساو في حساب الزمان شيئا على الإطلاق ولما ارتفع الصدق رويدا رويدا وانتشر الكاذب رويدا رويدا حتى انتشر في بقاع الأرض ونتنت الأرض من رائحة الكاذب العفنة وذلت الأمة وهانا بل ووقعت البشرية كلها في هذا الضم والشقاء الذي تحياه الآن بكافة أشكاله وأصنافها ألوانه وهي في أمس الحاجة إلى أن تضلل سماءها من جديد بصحب الصدق البيضاء الصافية الناقية نسأل الله العظيم رب العرص الكريم أن يرزقنا الصدق في الأحوال والأقوال والأعمال ومن أجل ذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله الكذب وحف على الصدق وأحب الصادقين ولو تتابعنا القرآن الكريم لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذم الكذب وحرمه في أكثر من مئتان وثمانين آية يا الله لا أستطيع أن أقف مع جل هذه الآيات الطيبات والمباركات لكن أقف مع بعضها على وجه السرعة قال ربنا جل وعلا إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكذبون وقال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله اسمع كده ماذا قال الله في شعنهم وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وعندما حث على الصدق وأحب الصادقين اسمع ماذا قال رب العالمين في القرآن الكريم وهو أصدق لقائلين قال ربنا جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل لماذا؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان عليما حكيما وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فمن أخصب تحير وليس من أخصب تخير أخي المسلم أعلم أن الصدق هو المحك الحقيقي بين الإيمان والنفاق نعم المنافق كذاب من يكذب في أقواله وأعماله وأحواله فليعلم يقينا أنه من المنافقين بشهادة من؟ بشهادة الصادق كمين؟ كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة إذا حد فكذا وإذا وعد أخلا وإذا تومن خان اعلم أخي المسلم أن على هذه الأخلاقيات رب الحبيب الصحابة فساد الدنيا كلها في فترة لا تساو في حساب الزمان شيئا على الإطلاق من علامات الصدق أن من علامات الصدق الاستعداد للآخرة المؤمن الصادق يزرى ويعلم ويغرس في الدنيا وقلبه معلق بالآخرة لماذا؟ لأنه يعلم يقينا أن دنياه مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لابد من قلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر ثمرة الصدق أعظم ثمرة يجنيها الصادقون هي رضى رب العالمين فإن رضى الله عنك سعدت بهذا الجوار في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر نسأل الله العظيم أن يرزقنا الصدق في الأحوال والأقوال والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وفي الختام نختم بأحلى الكلام وأحلى الكلام تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته